سلام عليكم عام 1995 وتحديدا في احدى القرى المغربية الجميلة وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع فيه شاب ينقال له صادق صادق هذا وحيد لأمه وأبوه وأمه وأبوه شايفين صادق هذا وماهم صادقين واما ربينه كل شبر بنذر وأبو صادق رجل ورثان عن أبوه مجموعة من الأراضي والمزارع الصغيرة يعني قطع من الأراضي مثل ما تقولون قطعة في جنوب هالقرية قطعة شمال القرية وهكذا والرجل الله سبحانه وتعالى معطيه وموسع عليه تروح الأيام وتجي الأيام وصادق صار يكبر صادق ما فلح فيه الدراسة طلع صار يساعد والده فيها الأراضي الزراعية الحد ما صار صادق هذاك اليوم فيه سن الزواج 22-23 سنة وهذا الشاب كان يحب وحده من فتياتها القرية ما في بينه وبينها علاقة حب إنما مجرد إعجاب من طرفه من طرف واحد ولما صار فيه سن الزواج وتعرفون بما أنه شاب وحيد لأمه وأبوه فلازم يزوجونه فيه سن مبكرة فقالوا يا صادق لازم من زوجك الآن قالهم صادق ما عندي مشكلة وعندك فتاة ولا بنت تحبها حاط عينك عليها قالهم إيه نعم حاط عيني على أفلانة بنت اسمها وردة وأم صادق هذه تعرف البنت وردة وتعرف أمها وبما أنهم سكان قرية واحدة وغالبا سكان القرى كلهم يعرفون بعضهم إن اسواء نتعرف شنو عندها من بنات وشنو عندهم من أبناء ويعرفون هذا زين من الشين واللي يسوى من اللي ما يسوى المهم البنت هذه سمعتها كويسة في القرية وهلها جماعة محترمين ويروحون يخطبول وردة هذاك اليوم وردة ما كانت من العاكسين ووافقت على الزواج وخلال أسبوع أسبوعين زمان تزوج صادق من وردة وكانوا أسعد إنسانين على وجه المعمورة عرسان جدد وأسبوع أسبوعين شهر وشهرين زمان بدت أم هذا الشاب هايا صادق منتهم خبيلنا شي هايا وردة أشوف ما بيا شي ما في حمل قالوا لهم تونى عرسان تونى متزوجين العمر قدامنا وطولوا بالكم وهذه الأسطوانة المعروفة وبناء على ضغوط الأهل والمجتمع صار هذا الشاب هو أو زوجة وردة يروحون على العيادات الطبية والأطباء المختصين في الإنجاب أو الأطباء النسائية وبعد إجراء عدة فحوصات وتحاليل طبية تبين أن وردة لا تعاني من أي مشكلة في الإنجاب لكن المشكلة كانت هذاك اليوم عند صادق طلع صادق عنده نسبة الإنجاب ضعيفة جدا وقد يكون عقيم غير قادر على الإنجاب مطلقا وبناء على نصائح الأطباء بدأ صادق يأخذ بعض الأدوية المقويات والفيتامينات وخلطات من العسل وتمر الأيام والأشهر الشهر شهرين ثلاث أربعة وردة عرفت بهالموضوع أنه صادق ممكن أنه ما يحصل حمل منه وأمها وخواتها صار أن ينقن عليها يا بنت الأيام تمشي والسنين قاعدة تركض وأنت صار لش ثلاث أربعة سنوات متزوجة ولا ولد بكرة تكبرين من يشيلك بكرة يتزوج عليك والحل قالوا لها الحل تغدي فيه قبل ما يعش فيك شلون قالوا بتركية وشباب القرية كلهم يتمنون نظرة منك وردة هذه فتاة جميلة البنت لعب بعقلها الشيطان وقالت لك فعلا هذا عقيم والمزارع والأراضي هذه الشنود هتسوي لي فيه النهاية لا ولد ولا تلد والمال والبنون زينت الحياة الدنيا وسبحان الله فيه كثير من الحالات الحلو ما يكمل إما مال بلا بنون أو بنون كثيرة بلا مال وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى في خلقه المهمة البنت وردة بدأت تتفكر فيه هالموضوع بشكل جدي وقالت لك فعلا خليني أتغدى فيه قبل لا يتعش فيني وبكرة يجيب لي ظرة راسها قد هالغرفة اللي ساكن فيها وتسود عيشتي وحياتي لذلك خليني أنا أسبق على هالموضوع وتقوم هذاك اليوم وضب أغراضها وعلى بيتها لا يا ورد وين راحي قالت على بيتها لي خير شنو السالفة قالت أنا من درب وأنت من درب ليش يا بنت الناس قالت خلاص حبل الود اللي بيني وبينها كنقطع وشالت حالها وراحت على هالها راح عليهم يا جماعة قالوا والله هي صادق يعني هذه مشيئة الله عز وجل والبنت ودها ولد ودها بنت يشيلونها بكبرتها وودها تشوف حياتها صراحة وانت تدري باللي صاير معاك وتدري بالتحاليل الطبي واحنا معنا معيرينك بهالموضوع لكن في النهاية البنت يعني لا ولد ولا تلد ودها تشوف حياتها يا جماعة قالوا لهم أنا شنو دي أسوي قالوا والله اللي تسوي أنك تطلق البنت وخلها تشوف حياتها الولد يحب البنت ومتعلق فيها وثلاثة أربع سنوات وحاولوا أم صادق وأبوه مع هالجماعة مع هالبنت قالت خلاص اللي بيني وبينك انقطع يا صادق وصادق هذاك اليوم انحطه حتى الأمر الواقع ويقوم يطلق البنت ويدخل في حالة نفسية سيئة هذاك اليوم ويمسكونه أمه وأبوه هذاك اليوم قالوا عيب عليك يا صادق وانت حتى صادق صار يبكي مثل الولد الصغير على هالشي اللي صار معاوه وما له ذنب في هالموضوع وشاب وصار يحس مثل ما تقولون عنده عقدة نقص وحاولوا قدر الإمكان أنهم يطالعونه من هالجو اللي هو فيه أبوه ياخذوا معاه على الأرض الزراعية يحاول يطالع له شغلة من هناك على أساس يلتهي ويضيع وقت وما يظل يفكر بهالموضوع لكن الموضوع هذا صار هو الشغل الشاغل لهذا الشاب موضوع الإنجاب وبعد مرور حوالي 6 إلى 7 شهور من طلاق وردة ويتقدم لها أحد شباب القرية وتتزوج وبعد شهرين ثلاثة ويطلع الخبر فيه القرية ويا بنت قولي لمت وردة حامل وتقوم أم صادق هذاك اليوم قالت والله لا أزوجك أجمل وأحسن منها وأنت ما عليك إلا أنك تراجع بعض الأطباء وتتقيد بالأدوية اللي يكتبو لك يا هيا صادق لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يحن عليك ويرزقك الذرية وهذا الأمر بيظل عز وجل والله سبحانه وتعالى ما عليه شي صعب وبعيد وفعلا الصادق صار يروح على الأطباء ويعطونه منها الخلطات ومنها الأدوية وبعد فترة من الزمن ويقوم تخطب لوحدة من بنات القرية طبعا وردة لما تطلقت من صادق ما ذاعوا الخبر في القرية أنه والله سبب الطلاق أنه هذا الشاب غير قادر على الإنجاب ظل الموضوع سر ما بين أهل وردة وأهل صادق وصادق ولا حدا جاء بسيرة أبدا ولما سألوا ليش وما ليش قالوا ما حصل اتفاق بيناتهم وكلما راح في حال سبيله وانتهى الموضوع عند هذا الأمر وهذا الشاب صادق من الشباب المطموع فيهم من جهة البنات أو فتيات القرية ليش؟ لأن الأحوال المادية مرتاحة ما في عنده خوات خوات الزوج وأم صادق من النساء اللي سمعتهم فيها القرية مثل المسك وامرأة محترمة وجماعة محترمين لذلك أي فتاة تتمنى أنها تكون زوجة لصادق وتقوم أم صادق تخطب له كذلك فتاة اسمها فهيمة موحدة من بناتها القرية وبنت أجمل من وردة اخطبوا له هذاك اليوم محدد وموعد الزواج أبو شهر شهرين زمان على بين ما يجهزون الأمور وصادق من طبيب إلى طبيب ويأخذوا منها الخلطات ومنها الأدوية لعل وعسى يحصل إنجاب بعد الزواج أو يحصل حمل وبعد مدة من الزمن يتزوج كذلك للمرة الثانية وبدت الاستوانة كالعادة لكن هالمرة ما هو من جهة أم صادق من جهة أهل فهيمة وأمها وخواتها شهر وشهرين ثلاث أربعة سنة هايا فهيمة ما انتي مخبيتين شيء ما صار حمل ما صار كذا تقولهم له والله ما صار بكير على الحمل وعلى اليوم وبكرة وبعد بكرة وسنة وسنتين وثلاث سنوات أربع سنوات وتكتشف هذاك اليوم البنت فهمية أو فهيمة بعض الأوراق والتحاليل الطبية اللي كان صادق يخبيها عنها وتمسك واحد من هالتحاليل وتكتشف من خلال هذا التحليل أنه صادق غير قادر على الإنجاب وتبدأ تراجع أفكارها والتصرفات صادق أنه صادق عنده عدد من الأدوية ويجيب خلطات عسل ولوز وجوز ومكسرات وتقول لك ليش هذا ياخذ كل هالأدوية هذه مسكت صادق هذاك اليوم وقالها تعال أنت رجل غير قادر على الإنجاب ليش ما تصارحني بهالموضوع قالها لا ومنه قال لش قالت قال لي التحليل هذه التحليل اللي عندك تقول أنت غير قادر على الإنجاب ليش ورطتني معاك يا أبن الناس وأنا أقول ليش وردة تطلقت على الرغم من أنه ما سمعنا مشاكل بينك وبينها ولا بينها وبين أمك أثاري هذا هو السبب لا مو هذا السبب وأنا كان يصير بيني وبينها مشاكل ومو ضروري كل أهل القرية يسمعون بمشاكلنا قالت ولا ممكن البنت وردة هذي بعدين الآن منت زوجت الآن حامل وصار عندها أبناء اثنين وعندك أشوفها ظلت ثلاث أربع سنوات وما حملت معنات والمشكلة تعرفها أنت من قبل وما علمتنا عليها وتشيل حالها ذاك اليوم وتروح لعندهمها قالت يا أمه سالفة كذا وكذا وكذا وهذا صادق طلع غير قادر على الإنجاب شلون وما شلون وشرحت لهم عن الموضوع وصادق هذاك اليوم حطوه تحت الأمر الواقع وقال لهم نعم لكن عندي أمل بالله سبحانه وتعالى أنه يرزقني الذرية بيوم من الأيام أو يمسكون الولد هذاك اليوم وعيب عليك تورط بنات الناس البنات هذه ودها تخلف ودها يصير عندها عيال وصير عندها بنات ودها تعيش حياتها وانت غشيتنا المفروض أنك مسولف عنها المشكلة وعنها العلة اللي عندك ويقومون يفكون البنت منه هذاك ويجبرون وكذلك على الطلاق وقالولهم يا جماعة خلاص هين حفرنا وهين طمرنا لا تجيبون سيرة ولا تفضحون بين الناس الله يرضى عليكم قالوا يا عمي مالنا ومالك روح عيش حياتك واحنا مالنا شغل عندك وان شاء الله كل يوم تتزوج امرأة المهم البنت هذه فهيمة كذلك بعد حوالي سنة زمان ويتقدم الخطبتها واحد من احد ابناء القرى المجاورة وما في شهرين ثلاث اربع شهور ويا بنت تقولي للمت فهيمة حامل وهذا المسكين صادق صار يسمع بالاخبار من هنا ومن هناك طليقته الاولى صار عندها ثلاث اربع ابناء وفهيمة زوجته او طليقته او ثاني كذلك حامل والرجل ما هو عرفان شنو دي ساوي وسكان القرية بدأوا يكتشفون الموضوع اول وحدة تطلقت بدون انجاب والثانية تطلقت بدون انجاب والاثنين بعد ما تزوجن انجبت اول وحدة والثانية الان حامل وصارت سيرت هذا الشاب على ألسان كل أهل القرية ويا بنت قولي لمتش هذا الشاب عقيم وغير قادر على الانجاب والبنات صديقات وردة وصديقات فهيمة يسألنهم من هناك البنات ما جاب انسيره ولا قال انه غير قادر على الانجاب المهم انه هن عاشن حياتهن والان حامل حامل واللي صار عندها ابناء لكن سكان القرية ما هم أغبية عرفوا انه هذا الشاب عنده مشكلة فيه الانجاب المهم هذا الان تزوج نساء ثنتين وطلقهم وما انجب منهم صارت نفسيته تعبانة جدا ويحاولون امه وابوه يا صادق طول بالاك وما عليش خايفين على هالولد الوحيد وصادق صار تقريبا في منتصف الثلاثينيات خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سنة وابوه وامه صاروا متقدمين في السن حتى الى درجة انه ابوه ما عاد يقدر يشتغل فيه الارض وصار صادق من شقة الضو على الارض يظل يشتغل فيها بهالاشجار بهالخضروات بهالمزروعات اللي زارعينها ما يرجع البعد ما تظلم الدنيا على اساس ما يشوف حدا من سكان القرية صار ما يطيق يشوف ولا بني آدم وصار عنده عقدة نفسية من موضوع الزواج والنساء والانجاب المهم امه هذاك اليوم قالت يا ولادي خلينا نجرب ونخطب لك المرأة الثالثة لعله وعسى يكون تغير شي والله قادر على كل شي في البداية عارض هذا الموضوع جملة وتفصيلا وقالهم خلاص انا جربت حظي اول وحدة والثانية وما ودي أبلش بالثالثة وتقوم ام صادق هذاك اليوم تخطب لوحدة من بنات القرية اجي معا اهل البنت ارفضوا قالوا البنت عندها ولد عمها رايدها وتحججوا وحطوا اسباب واهية علشان ما يعطونها واخطبت الثاني والثالثة عرفت ام صادق انه اهل القرية ما عد يعطونها عروسة لولدها وتروح على احدى القرى المجاورة لها قرابة هناك وتروح تخطب فتاة من فتياتها القرية كذلك وتزوجها الصادق صادق الآن عنده الزوجة الثالثة وماسك قلبه بايده بالاضافة الى انه اخفى كافة التحليل والمستندات اللي تثبت انه هو غير قادر على الانجاب انه عقيم بس يجيب له شوية خلطات وعسل ومكسرات وشوية فيتامينات طبيعية علشان ما تشك الزوجة الثالثة بكثر الادوية والتحليل امر اول شهر شهرين ثلاث ما صار حمل وفي يوم من الايام امه وابوه رايحين على المدينة ويتعرضون لحادث سير ويتوفون الاثنين رحمة الله عليهم حزا صادق عليهم هذاك اليوم حزا عظيم وحزت بنفسه انهم ماتوا وما شافوا ذريته وخلفته لكن هذه صنة الله سبحانه وتعالى في خلقه المهم الفتاة الثالثة اللي تزوجها صادق كان اسمها مونة مونة هذه فتاة منه هي صغيرة تحب الاطفال وتحب تربي الاطفال وعندها خوات ثلاثة اربعة متزوجات والكل عندها ابناء وبنات وهذه روح قلبها انها تمسك طفل وتلاعبه وتربيه ومربيه نص ابناء اخواتها واخوانها وأول ما جاءت على صادق تنتظر الشهر الاول الثاني الثالث الرابع قالت يا صادق ما صار في حمل قال هو انا شبيدي هذا بعمر الله سبحانه وتعالى قالت اكيد بعمر الله لكن اعنا لازم نروح نشوف حالنا لازم كذا لازم انا ودي ولد ودي بنت يا بنت الناس طولي بالش طولي بالش ومن خلال بعض اتجارات اللي تعرفت عليهم البنت في القرية عرفت انه زوجها هذا متزوج قبل منها نسوال ثنتين وما هو حاصل حمل وانجاب وتمسك هذاك اليوم وقالت لازم نروح ايدي ويدك على احد الاطباء المعروفين في المدينة يا بنت الناس طولي بالش طولي بالش طولي عرسان قالت السوال فهذه ما تنفعك ويدنا نروح نوياك على الطبيب ونحط نقاط على الحروف وتحط تحت الامر الواقع حاول يتهرب منهين لانه يعارف شو عنده المهم هو تاخذه هذك اليوم على الطبيب وطلع صادق من الزبائن المداومين عند هذا الطبيب اهلا يا صادق حياك الله شنو صار ان شاء الله حصل انجاب البنت قالت والله يا دكتور ما حصل انجاب انت تعرف صادق قاله والله صادق فيه معرفة يعني قديمة بينه وبينه شكت بالموضوع المهم طلب منهم بعض التحاليل وكذا الطبيب عارف موضوع صادق وعارف انه غير قادر على الانجاب لكن حاول يساير الزوجة هذه وعلشان ما يطالع الرجال قدامها بالفشلة طلب بعض التحاليل والصور للزوجة ويعرف هو وضع شاب وبعد التحاليل وكذا قالها ما عندش اي مشكلة فيه الانجاب والامر هذا عند الله عز وجل وكتب لها على بعض الادوية بعض المقويات ورجعت على البيت وعلى اليوم وبكرة وبعد بكرة وشهر وشهرين وظل عنده تقريبا ثلاث سنوات على اليوم وبكرة وبعد بكرة وهذا الرجل صار تقريبا في بداية الاربعينيات وما حصل حمل وتقوم تزعل هذاك اليوم على بيتها وشكت فيه الموضوع وسمعت بعض اطراف الحديث من نسوان القرية انه والله هذا زوجش غير قادر على الانجاب وقالت انا من طريق وانت من طريق وتحط صادق تحت الامر الواقع ويطلقها كذلك والمسكين هذاك اليوم بعد الطلاق الثالث صار سكان القرية يسولفون ويتكلمون عليه غير قادر على الانجاب وحس انه عنده نقص وانه ماهو مثل هالشباب ومثل هالرجال المهم مرت الايام والاشهر والسنين وصادق ترك موضوع الزواج ولا عاد عنده اي احساس تجاه النساء قالك خلاص المكتوب ما منه مهروب وهذا قدري ونصيبي فيها الحياة ورضى الرجال بما كتب الله سبحانه وتعالى له واصبح وحيد في هالمنزل ما عنده شغلة وعملة غير يطلع الصبح على هالأرض احيانا يجيب عمال يستعين فيهم بما انه عنده مجموعة من الاراضي الزراعية والشغلة اللي يودها انه يشتغلها بايده هو يشتغل وتمر الايام سنة سنتي ثلاث اربعة الحد ما صار هذاك اليوم صادق تقريبا في منتصف الخمسينيات والرجل خلال هالسنين اللي مرت يعني قضى تقريبا ثلاثة عشر الى اربعة عشر سنة بدون امرأة في المنزل هو اللي يطبخ هو اللي يغسل اثيابه هو اللي ينظف البيت بالاضافة الى شغل الارض وصحت وصارت على قد حالها صار عنده ضغط بسبب الامور اللي مرت عليه وانه غير قادر على الانجاب والحالة النفسية وكلام الناس الناس صاروا شوي انظروا له نظرة مهزينة لكن الان وبهالعمر هذا بحاجة الى من يقف بجامبه وعلى الاقل امرأة تسوي له لقمة نظيفة وتغسله ثيابه وتنظف هالبيت يتعانس هو اياها ادير بالها عليه ادير باله عليها وهذاك اليوم كان يراجع احد الاطباء بسبب مرض ضغط اللي صار معاه ويتعرف على امرأة معها ولد عمره تقريبا ادعش الى 12 سنة والمرأة هذه تقريبا في منتصف الثلاثينيات حصل كلام بينه وبينها وظهر هي جاي على عيادة الطبيب ومن خلال بعض الاحاديث اللي صارت بينه وبينها عرف صادق انه المرأة هذه ارملة والولد هذا اللي معاها هو ولدها الوحيد وعمرها تقريبا في نهاية الثلاثينيات 37 38 سنة ويقوم هذاك اليوم يتجرأ ويعرض عليها موضوع الزواج وما جاب لها سيرت انه هو عقيم وغير قادر على الانجاب عرض عليها موضوع الزواج والمرأة كانت حالها المادية تحت الصفر وشرح لها عن وضعه المادي المرأة قبلت عرض الزواج مباشرة وقالت هذاك بيتها هلي مفتوح وروح يخطبني منهم ويروح صادق هذاك اليوم يخطب البنت هذه اللي اسمها صفية من هلها قالت لكن انا عندي شرط يا صادق الولد هذا وده يعيش عندي الولد هذا ابوه متوفي وعمامه ما تعرفوا عليه وانا صراحة ما اقدر اعيش بدون هذا الولد صادق ما عنده مشكلة بهالموضوع وعارف حاله انه غير قادر على الانجاب وقال لك الرب هالولد انا وياها ويصير بمثابة ولد لي انه عكز عليه التالي هالحياة انا وهالمرأة ما عنده مشكلة قال انا موافق على الشرط خلال اسبوع زمان ويتزوج صادق من صفية اللي هي الزوجة الرابعة واول ما جات صفية على هالقرية من الطبيعي انه يتعرفان عليها الجارات ودهن يتعرفان على زوجة صادق الرابعة وصار ان الجارات يتوافدا عليها ويباركلها بالزواج وعرفت من خلال الاحاديث اللي كانت الدور بينها الجارات انه زوجها متزوج قبل منها ثلاث نساء وما هو حاصل انجاب المرأة صفية هذه امرأة عاقلة والله سبحانه وتعالى رازقها من زوجها المتوفي ولد وقالت بينها وبين حالها اذا الله سبحانه وتعالى رزقني منه بذرية كان بها ما صار ابناء وبنات من هذا الرجال هذا عندي هالولد والمهم عايشة انا وهذا الرجال اللي شايلني على كفوف الراحات وهي تطلب وتتمنى لو تطلب لبن العصفور يحضر وما خذت بكلام النساء وعاشت هي وصادق ايام سعيدة وجميلة جدا وطبعا بالنسبة لصادق اي راعي الولد هذا اللي اسمه نزار ولد صفية اي راعيه ويعامله معاملة الاب لولده وصار ياخذه شوي شوي معاه على هالمزارع على هالأراضي او شيل الشغلة هذي وحط هذي يساعده يجيب له مي يجيب له كذا بالاضافة الى انه حطه في مدرسة القرية وتدريس ولباس واهتمام من احسن ما يكون وتروح الايام الى عام 1994 في عام 1994 الولد هذا نزار صار تقريبا بال24 25 سنة طبعا النزار ما فلح فيه دراسة وطلع يشتغل معه صادق فيه الارض صادق فيه الفترة الاخيرة ما عاد يقدر يشتغل صار نزار هذا هو الامر الناحي هو اللي يجيب العمال هو اللي يشتغل هو اللي يبيع هو اللي يشيل والكلام هذا كله تحت اشراف امه وتحت اشراف صادق ساوي كذا لكن الولد في الفترة الاخيرة صارت متطلباته كثيرة ويطلب فلوس زايد عن اللزوم بالاضافة الى انه صادق هذا في الفترة الاخيرة اشترى عدد من الخيول وساوى مزرعة خيول والولد هذا نزار كل نهار راكب على هالخيل من فرس الفرس وطاير في بساتين القرية وعلى طرقات القرية الزراعية وصار يسوي له بعض المشاكل مع سكان القرية يا نزار ما يصير وعيب عليك وانت الان على وشك زواد وطبعا خلال السنين اللي مرت ما حصل حمل وصادق مسلم أمره لله عز وجل المهم في يوم من الأيام ويروح صادق على مزرعة الخيول وشاف هالخيل هاي اللي طالعة وهذه اللي تركض وهذه اللي تنط قال لك خليني أجرب عزماتي ودي أجرب وحدة من هالخيول وأركب عليها شوي ويقوم هذا نزار يجيب لوحدة من هالخيل الموجودة ويركب عليها ما مشت شوي ولا يقلب عن ظهرها الرجال ظاهر أنه داخ وصار عنده هبوط في الضغط ويقع وينكسر هذاك اليوم ويصعفونه على المستشفى يا رجل قلنا لك لا تركب ما لك فيها هذه صفية تقول له يا رجل أنت الآن أصبحت متقدم في السن 65 66 سنة وماعد أنت شاب مثل الولد هذا نزاري اللي طائر كل النهار على ظهر الخيل وكسرك ما يجب بالأمر السهل قال لها هذا اللي جار وهذا اللي صار شو نودي أساوي يعني المهم طالعوا من المستشفى ذاك اليوم بعد ما جبروا له قدمه وجاء على هالبيت ويظلوا له أسبوع أسبوعين شهر وشهرين ثلاث جبر الكسر وصار صادق شوي شوي يطلع على عكازه ويتمشى في شوارع هالقرية بعض الأراضي الزراعية اللي عنده ما عاد يقدر يصل لها وفي عنده أحد جيران جار له في الأرض وهذا جار أرضه ما عليها طريق وصار يحاول معه صادق يا صادق لازم نفتح طريق مشترك أنا وياك مني نص ومنك نص ونفتح طريق ثلاث أربع متار اتمر السيارة يمر الجرار الزراعي أقدر ادخل على أرضي قال له هذا مو شغلي أنا أرضي عليها طريق وأنت المفروض يعني من أول ما اشتريت الأرض تعرف أنه ما عليها طريق لذلك أنا ما لك طريق عندي يا أخي وبدأ تحصل بعض المناوشات بينها الجيران على هالموضوع المهم في يوم ومن الأيام وفي صباح أحد الأيام صفية هذاك اليوم ادخلت على الحمام تتحمم وظلت لها شي ساعة زمان بالحمام وزوجها نايم في الغرفة اطلعت بعد ما خلصت حمامها على الغرفة ولا صادق ما هو موجود قالت لك يمكن طلع يتمشى فيه وعلى شوي يجي بعد شوي يجي صارت الدنيا الظهر مسكت نزار يا نزار وين أبوك قالها والله ما أدري أنا كنت في الأرض الزراعية الفلانية شمال القرية ما أدري عنه أنا طلعت من الصباح المهم تبدأ رحلة البحث عن صادق وين اختفى وين راح ما حدا يدري بحثوا عنه أول يوم واليوم الثاني المرأة قالت ما في حل إلا أن الروح نبلغ رجال الأمن وتروح هي ولدها نزار سلام عليكم عليكم السلام ونبلغ عن اختفاء رجل كبير في السن خذوا المواصفات والظروف اللي اختفى فيها هذا الرجال وجاءوا على سكان القرية يستجوبون ويسألون هذا وهذاك حدا شافه مين اللي شاف الكل يقول ما شفناه ويحققون فيها القضية في النهاية وصلوا إلى طريق مسدود وما قدروا يوصلون إلى أي أثر لهذا الرجل والرجال فصم العداب المهم يمر على اختفاء صادق حوالي سبعة إلى ثمان شهور وصفية حزينة على اختفاء زوجها اللي ما قدرت تعثر له على أي أثر لا طيب لا ميت وما خلت مكان في القرية في القرى المجاورة حتى في المدينة عندها أخوان وخوات يبحثون ووزعوا صوروا في المناطق لكن ما حدا قدر يعثر على صادق المهم بعد مرور حوالي سبعة ثمانة شهور صادق هذا عنده قطعة أرض تصير غرب القرية والقطعة هذه صار شوي يعني انتاجها ضعيف وفي الفترة الأخيرة هاملينها وماعد يفلحونها ولا يزرعونها يعني الانتاج اللي تجيبوا ما يكفي ثمن التكلفة تكلفة الفلاحة وقرروا في السنوات الأخيرة أنه خلاص ما عاد يفلحونها ممكن يبوئونها بيوم من الأيام وخلوها للزمن ويجي هذاك اليوم الولد هذا نزار عندهم جرار زراعي قالها يا امو ودي أروح أفلح الأرض هذه اللي هاجرينها ليش وشودك فيها تفلحها أبوك يعني صار له السنين ما يزرعها ليش ودك أنت تفلحها اليوم قالها ما عليش ودنا نحاول السنة ظاهرة أنها سنت خير وخلينا نجرب ونزرعها الأرض يا ولد بلالك من هالزراعة وأبوك أدرى فيها ولو أنه فيها خير ما تركها قالها لا ودي روح أفلح ودي روح أزرع قالت ماشي ويروح هو واحد من أصدقائه يفلحون بهالأرض لكن اللي حصل معاهم أنه أحد دواليب أو عجلات الجرار هذا تعرفونه الجرار الزراعي الدواليب أو العجلات الخلفية كبيرة والعجلات الأمامية صغيرة واحد من العجلات الخلفية الظاهر سقط في جورة كبيرة أو حفرة كبيرة وما عاد يطلع الجرار منها فشنو قام ساواني زاره صديقه اللي قاعد يساعده قاموا وفزعوا بعض الشباب في الأراضي الزراعية المجاورة فزعوهم أفزع يا فلان تعالوا ساعدونا خلونا أنطالع الجرار هذا حاولوا الشباب أنهم يطالعون الجرار قالوا ما في حل إلا نجيب جرار ثاني ونسحب الجرار هذا لكن يعني زار الجرار هذا شلون يعني سقط بهالحفرة الكبيرة هذه قال والله ما أدري حاولت أطالعه العجلة صارت تفتل بالهوى وهذا اللي صار المهم ينادون ويقومون يسحبون الجرار الشباب اللي حاضرين من باب الفضول ودهموا يشوفون شيني الحفرة هذه ومن ضمنهم نزار وصديقه اللي اسمه حسن بعد ما طالعوا الجرار وأبعدوه هناك جواوا على هالحفرة هذه اللي أول مرة يشوفونها وشلون اطلعت هالحفرة يعني الجرار معقولة يحفر هالحفرة هذه المهم ويشوفون بعض بقايا الملابس وبدوا وينبشونوا بهترابة شوي ولا لا السالفة فيها عظام بشرية ويقوم واحد منهم يروح يبلغ رجال الأمن قالوا يا عمي المنطقة هذه ما فيها مقبرة قديمة ومنين جاء هذا الرجل المدفون المهم شكوا فيه الموضوع يروحون يبلغون رجال الأمن حضر رجال الأمن وبحضور رجال الأمن هذك اليوم اجتمع كل سكان القرية فيه أرض صادق هذه اللي صار لها عدة سنوات مان فلحات ويدهم يعرفون شنو اللي حاصل وشنو اللي صاير ويا بنت قولي لمت اعثروا على باقي رفات بشرية فيه أرض صادق قالوا لك يمكن هذا صادق بيوم من الأيام قاتلوا واحد ودافنوا بهالأرض المهم وينبشون هالقبر هذا ويطالعون بقايا الملابس وبقايا العظام البشرية ويرفعونها إلى الطب الشرعي لمعرفة لمن تعود هالجثة هذه وأم نزار كانت حاضرة وموجودة لما شافت الثياب أو بقايا الثياب قالت هذا الثوب أو الجلباب اللي كان لابسه صادق يوم اللي اختفى شنو تقولين قالت اي نعم ويقيرجع رجال الأمن إلى القبر أو هالحفرة هذه ويجيبون غرابيل ويغربلون التراب هذا كلياته ويعثرون على جوز خواتم خواتم من الفضة ويعرضون الخواتم هذه على أم نزار صفية قالت هذه الخواتم الزوجي الله يرحمك يا صادق من اللي قتلوا ودفنوا فيها الأرض المهم ويبدأ رجال الأمن التحقيق في مقتل صادق الآن ويحققون من هناك الرجل مع من له عدوات مع من عنده مشاكل قالوا أبدا الرجال ما عنده مشاكل مع أي شخص في القرية باستثناء شخص واحد منه هذا شخص قالوا هذا فلان جاره فيه الأرض وكان فيه بعض المشاكل بيناتهم علشان الطريق الزراعية هذا الرجل أرضه ما عليها طريق وكان يحاول مع صادق أنه يفتح له طريق ويمسكون هذا الرجال والرجل هذا عنده ثلاث أربع أبناء وواحد منهم حسن ويحققون معاهم ومن هناك قالوا يا جماعة صحيح بيننا وبين الرجل شوية مشاكل علشان الطريق لكن الأمر ما يوصل إلى درجة القتل ونخفي بها الطريقة لا يا عمي الأمور ما تنحل بها الطريقة هذه امسكوا هذاك اليوم نزار أو أم نزار قالوا يا عمي الولد هذا بما أنه ما هو ابنه ممكن يكون في بينه وبين نزار بعض المشاكل قالت فيه بعض المشاكل المادية نزار فيه الفترة الأخيرة صار يطلب مبالغ مادية وصار يساوي بعض المشاكل فيه القرية بالإضافة إلى أنه الخيول اللي عند زوجي يعني هذا راكب على ظهر الخيل وكل النهار من بستان إلى بستان وهذه المشاكل اللي كانت تصير ويمسكون نزاروه هذاك اليوم قالوا تعالهين يا نزار أنت متهم بقتل عمك زوج أمك لا يا جماعة ليش ودي أقتله رجال رباني سنوات عديدة ورجال كان مفضل علي والفضل لله عز وجل ليش ودي أقتله قالوا والله ما ندري أنت وديك تعلمنا ليش قتلته انتبه أحد المحققين لحسن صديق نزار أثناء التحقيق مع حسن وإخوانه وأبوه حسوا أنه هذا حسن مرتبك وخايف ويجيبونه ويحطونه بجانب نزار لأنه رجال الأمن من خلال بعض التحقيقات السرية اللي أجروها اكتشفوا أنه هذا نزار يريد وحده من بنات أبو حسن أخت حسن وظاهر في مشروع زواج في الأيام القادمة لكن كان فيه شوية المشاكل هذه بين أبو حسن وبين صادق الله يرحمه واللي هي كانت السبب في تأخير هذا الزواج المهم يمسكون حسن ونزار وبشوية تحقيقات اكتشف رجال الأمن أنه هذا حسن عنده سالفة ويضغطون عليه ويقوم يعترف هذاك اليوم قال يا عمي أنا ما قتلت اللي قتل نزار شلون وليش قال والله السالفة وما فيها هذا نزار يريد أختي وفاتح أبوي هذاك اليوم بهالموضوع وأبوي قال له ما نعطيك البنت إلا أبوك هذا يحلنا مشكلة الأرض وبناء عليه هذا صادق مكبر رأس وميبس رأس وما هو راضي يعطينا طريق ندخل فيها على الأرض فقام نزار هذاك اليوم خطط إلى أنه يتخلص من صادق ويصير هو الآمر الناهي فيها الأرض ويحصل على الورث هو وأمه بما أنه صادق وحيد وما له ورثه وبالتالي يعطيهم الأرض اللي يودهم إياها ويأخذون الطريق اللي يودهم إياه ويتزوج البنت ويقوم هذاك اليوم في صباح أحد الأيام خلى أمه عندما تدخل على الحمام ويعرف أمه صفية لأدخلت على الحمام الطول ويقوم يجي على الشاي بيخنقه وأنا ساعدت وأنه طالعنا من الباب الخلفي للمنزل وحملناه ودفنناه فيها الأرض حفرنا قبر كنا مجهزين وقبر نظامي ودفنناه وعلى أساس أنه صادق اختفى وما له أي أثر لكن اللي حصل أنه شهر وشهرين ثلاث أربع شهور سبع شهور وصار حسن هذا يضغط على أخوي ونزار يلا يا نزار افتحنا الطريق قال له ما أقدر أفتح لك طريق الآن لحد ما يعني أمي تصير هي الوريثة وتصير الأرض باسمها بشكل رسمي خلينا نبلش بإجراءات الورث ويقومون يروحون هذاك اليوم على المصالح العقارية لأجل أنه الأرض هذه تنتقل إلى اسم صفية وتصير ملكها والولد يتصرف على كيفه بأملاك أمه لكن لما راحوا على المصالح العقارية قالوا لهم يا عمي الرجل وين هذا صادق قالوا والله صادق مختفي قالوا بما أنه مختفي لازم تستشيرون أحد المحامين وتسوون قضية سالفة ما تصير من الباب للطاقة ما هي بها السهولة فراحت صفية ونزار استشاروا أحد المحامين وقالهم بما أنه الرجل مختفي وما له أثر ما بين هل هو ميت هل هو طيب بالإضافة أنه لازم تمر مدة من الزمن عدد من السنوات على اختفاء هذا الرجل لأجل أنه تقدرين تحصلين على هالأرض وتتصرفين فيها فكانت الفكرة من نزاره كل يوم أنهم يروحون يطالعون الجثة ويعني يبلغون عنها أو يكتشفونها على أعين أهل القرية بطريقة غير مباشرة وقاموا وحفروا القبر وخذوا الجرار الزراعي وساواوا هالفيلم على سكان القرية على أساس أنهم اكتشفوا الجثة وباكتشاف جثة صادق بالنهاية ما راح يتم اكتشاف المجرم والقاتل وبالنهاية الأرض هذه راح تصير باسم صفية والولد يتصرف على كيفه ويعيش حياته أو يمسكون نزارها ذاك اليوم وبعد الضغط والتحقيق ويعترف بهاتجريمة الشنيعة اللي ارتكبها بحق الرجل اللي حن عليه وآواه واعتنى فيه كل هالسنوات لكن في النهاية ما نفع فيه لا تربية ولا حنية ولا من يحزنون وأبى إلا أنه يصبح مجرم وكانت الصدمة هذاك اليوم الصفية صفية المسكينة متوقعة أي حدا ممكن يرتكب هالجريمة إلا ولدها نزار المهم ما لكم بطول سيرة بعد الاعترافات وتمثيل الجريمة ويقدمون نزار وحسن هذاك اليوم للمحاكمة وبعد عدة جلسات ومحاكمات ويتم الحكم على نزار وحسن بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة مدى الحياة وكانت هذه نهاية القصة القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها المكتوب مكتوب والمقدر ما منه مهروب وسبحان الله هذا الرجل صادق تزوج المرأة الأولى والثانية والثالثة وما حصل إنجاب والله سبحانه وتعالى ما كتب له إنه يرزق بالذرية لكن في النهاية تعرف على هاي المرأة أو على قولة اللي يقولون جاب الدب الكرمه وفي النهاية نزاروه هذا لا حصل على أرض ولا حصل على حبيبة القلب وراح يقضي تالي حياته في السجن هو وأخوها حسن اللي غطى على هالجريمة طوال هالفترة في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي لنا ولكم ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه